نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تدريب تي أو تي لإدارة الحملات الانتخابية ذلك في إطار استعدادات الحزب لبدء الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب وفي نفس السياق قام المدير التنفيذي للحملة محمد خليل بعقد اجتماع مع عدد من عضاء الحزب بالمحافظات لتحديد جدول الجوالات الانتخابية لمرشح الحزب ولقاءات الجماهرية بمختلف المحافظات المصرية على أن تبدأ أولى جولات زهران من مسقط رأسه بمدينة بمحافظة المنوفية تليها جولة في محافظة الصعيد